هل بقى يعني الانفاق الكتير عمل ترشيد انفاق جوانين؟ ولا ولا؟ يعني ترشيد انفاق بمعنى مش بمعنى ان احنا بنقططع ترشيد انفاق بمعنى انك مع جميع الضوابط اللي قلنا عليها وهي المحافظة على كل ما يبذل للعضو كل ما يقدم للعضو مع المحافظة على مستوى الفرق الرياضية وعدم البخل عليها سواء امكانيات فنية او اجهزة او ادوات او 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 لكن بترشد لازم تعيد حساباتك بصورة برضو موضوعية بدون المساس بحقوق لا رياضة ولا عضو يعني كنت تلغي اوجه صرف في حاجات لا تؤثر على عضو يعني بتيجي مثلا تعمل احتفالية كنت بتعملها هالسرة اللي فاتت في مكان مكان بتأجر احنا احنا لسه كان معروض علينا مكان بدون ذكر اسماء كنا بنأجره بـ 80 ألف جنيه بالسنين اللي فاتت اصبح ربعمية وحاجة ألف جنيه هنا لازم توقف وتفكر هو ده ترشيد الانفاق لكن مش هيجي فرقة محتاجة مدرب غالي شوية اقول لا فرقة محتاجة ادوات تدريب اقول لا انا سمعت الاحتفال بتاع التجمع والمطربين طلبة فلوس كتير لا ان شاء الله الامور هادية جدا جدا وطليق ان شاء الله بالامر بلا بازق خالص وحريك حتشوف ان شاء الله لا ما نعرف بلا بازق اقول ان المطرب النهار ده عشيدي يغني حتى بقت في الارقام فلكية مقدرش ألومه لان ده عمله ما انا بكسب من عمله وحريك بتكسب من عمله وحدش يقدر يلوم حد اقول اللي بقى تعالنته بما هو ده سعره وعايز يعيش برضه والسليبرتز بيعيشه على مستوى يعني مش قادرين نلوم حد طب هل هل ترشيد الانفاق ده له تأثير او مثلا كمان الدولار والازمة بتاعة العمله الصعبة كانت سبب في انه ماشيته رجل تشيكي بتاع قطع الناشئين ده مثلا ايه وهل فيه افكار انه تلغوا العاب جوا النادي الرجل تشيكي اللي مشي يعني انا زي ما قلت حدك محمد ما تدخلش في امور فنية وده برضه الموضوع ده اكيد تم منقشته فنيا مع المعنيين بالكورة في النادي وارد جدا يعني انا مش ما قدرش اقول لكن المؤكد انه هو مش تخفيض نفقات لان لو هو النادي محتاجه نفقات حنحاول تغطية المبلغ باي سورة لكن برضه فنيا انا ما قدرش اقول ايه ممكن يكون رجل جيد جدا لكن كان لمرحلة ما انا قدرش بس والاهم من كده تقول ايه الراجل ده ماشي وفي نفس اللحظة وكان مرتب لها التعاقد مع كابتن بدر راجل راجل كادر رائع ده ماشاء الله وابتدى في البداية خالص هو صغير في اول سلكه التدريبي مع كورفر لو حارك تفتكر الراجل ده كان رائع هو كان رائعه اليمين بالزبط كانوا بيحبه حب جنوني كان دايما هو شربه اصلا كابتن بدر طبعا وهو كورفر كان يقول كلمة لطيفة جديه يقول ان الشمس بتشرخ لما شوف بدر راجل حبا فيها كابتن بدر كمل بقى بعد كورفر مستمرش معاه كمل وزي ما حارك تفضل ناشيين في الاهل وقد نسافر الامرات كبيرة مجاحات كبيرة جدا يعني مش عشان الدولار ولا الكلام ده ولا في حاجة اسمها اللعبة الاجانب في اللعبات التانية ممكن تمشي ممكن مفيش كلام من دخل سؤال يعني في موضوع كابتن بدر راجل انا ما دخلتش فيه ولا اعرف فيه حاجة لكن مؤكد هو المرحلة دي محتاجة فلان وقدرنا نجيبه ونستقطبه هو ده اللي مفيد للنادي الاهل لا هو ده مفيد بحييجي في المكان ده طيب هو الكورة بتكسر او لا بتكسر؟ انهو كورة الكورة اللي في لا انا ما اقصدش كده اقصد الكورة اللي في الميزانية الكورة اللي في الميزانية خسران لكن الكورة هي اللي جايبة كل حاجة بطريقة غير مباشرة لا شعبات كبيرة يعني حاليا ما بتحط مصاريف الكورة اصل الكورة مش مش شراء لعيبة ومكافئات ومكافئات للنادي اللي ما بيكسب مثلا مش كده مش دي كورة كورة دي اللي بتدخل الميزانية ان الكورة صرفت كذا وجابت كذا دي لكن الكورة بقى ما بيتحطلهاش ان هي اللي جابت كل الرعاية هل الرعاية كانت حتيجي للنادي الاهلي من غير كورة فهي في كورة على الورق بالميزانية وفي كورة جايبة 90% من دخل النادي على الورق ما بتكسبش تقدرتوه انها بتكسبش بحسابات ما بتكسبش بتقرب كأرقام لكن هي جايبة مليارات يعني كل المداخيل دي يعني حركة لما بنقول تنمية موارد بتنمي موارد النادي الاهلي اللي هو كورة في الاصل ما نقول حركة النادي الاهلي والكورة هي عصب النادي رئيسي حتى الفروع والعضويات هو اسم النادي الاهلي جي من الكورة اكيد اللعبات الاخرى وحاجات كتير ومبادئ النادي محسوبة لكن الكورة هي الداعم الاول اقتصاديا للنادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر